بعض البرامج وبعض الأشياء فاتحنا بها هيئة الإعلام والاتصالات فاتحنا وزارة الاتصالات بخصوص غلقها مما فيها ألعاب أي محضورة وفق القانون نعم فبالتالي حضرها أو عملية مكافحتها من واجب وزارة الداخلية بعض الأشياء لوزارة الداخلية سيطر عليها وبعض الأشياء ليس لها سيطر عليها بحكم من اختصاص وزارات أخرى اليوم حتى في لجنة حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة هناك تسعة ألعاب ألعاب أليكترونية فيها تهريب عملة فيها تدخل في الجرائم فيها أشياء كثيرة من هذا القبيل تسعة ألعاب أليكترونية نعم أوصت اللجنة الوطنية الدائمة اللي حصل وتنظيم السلاح بحضرها بحضرها ولكن هذا مما في اختصاصنا فاتحنا هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات شنو يعني خطر هذه الألعاب أو تلقيات يعني تحرض على العنف المجتمعي تحرض على الجريمة يكون فيها تداول أموال يكون فيها ابتزاز حتى ابتزاز ابتزاز أطفال وابتزاز نساء من هذا الجانب لأنه هناك حديث عن طريق هذه الألعاب نعم حديث وتواصل يكون في الموضوع حديث وتواصل أشبه بالتصالات يعني فتسعة ألعاب تربدا حضرها من خلال النجنة الدائمة لحصل وتنظيم السلاح بيد الدولة وأيضا النقطة المتعلقة بعملية غسيل الأموال أو تهريب العملة نعم تهريب عملة وغسيل أموال وابتزاز وتدخل فيها جرائم كثيرة حتى يعني بدأ تأثيرها واضح على المراهقين والمجتمع من خلال تحريضها على العنف تحت تأثير المخدرات وتأثير هذه الألعاب بدأوا بعض المجرمين يفتعلون جرائم مثل البوبجي وغير البوبجي أبرز هذه الألعاب سيأتذكر يعني البوبجي أتذكر يعني كانت في الدرجة الأولى وأكو لعبة يمكن الحوت الأزرق الحوت الأزرق وأعتقد أكو واحدة يعني لغراند أو هيك إيش يعني اسمها هنا تسع ألعاب يعني ما أتذكر يعني ما يحضر اسمها